موسيقى الحركة الشعبية الشمال تؤكد رغبتها في السلام ودعمها للبرامج الاسعافي الانسانية حمدوكي وكيد من واشنطن ان السلام المستدامة يتحقق بمخاطبة اجتماعات سد النهضة تختتم اليوم في القاهرة برعاية امريكية وبمشاركة البنك الدولي المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى نشرة الاخبار والتي تضم الى جانبها موجز اقتصادي واخر رياضي مرحبا بكم افادت وسائل اعلام اليوم الثلاثاء بمقتل عدد من العمال جراء حريق هائل في احد المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم وقع الحريق باحد مصانع السراميك في المنطقة الصناعية بحري بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع وتحدثت مصادر عن وقوع خصائر فادحة في بنية المصنع واصابات وقتل بين العمال واظهرت صور للحريق سحب الدخان وهي توطي المنطقة كما شهدت عربات الاسعاف تحرع الى المكان فيما اعلنت السلطات حالة الطوارئ في مستشفى بحر التعليمي اثر انفجار بمصنع سيلة للسراميك وتأثر مصانع للزيوت والصابون بالجوار ووقع عشرات المصابين بالمنطقة الصناعية بحري قبل ساعات كما دعت لجنة الاطباء جميع الاطباء والكوادر الطبية توجه الى مستشفى بحر التعليمي للمساعدة في اسعاف الحالات الناتجة من الانفجار كذا نائب رئيس الحركة الشعبية الشمال ياسر عرمان اننا بسلام نحافظ على وحدة وبناء السودان بشيرا الى ان الاتفاقيات والشراكات التي تمت بجبة مع مجلس السيادة ومجلس الوزرات واكدوا ان السلام آت لا محالة وامن عرمان على ما تضمنه قرار اجتماع الايقاد في الفقرة الثالثة عشر والتي بموجبها تم تكليف دولة الجنوب رسميا باستضافة المفاوضات مشرا الى ان الحركات والفصائل لا تمانع اذا توفرت الاجواء بالخرطوم من عقد الاجتماعات كما شد داخل المؤتمر الصحفي بمنبر سونة على ان امر تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية متروك للمشورة مع اسر الضحايا والمفقودين ويتم ذلك في حوار مفتوح يشمل المجتمع المدني واضاف ان هناك نقاشا مع الحركات الثورية ومجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير حول المجلس التشريعي وبعض القضايا للمرحلة الانتقالية سوف يتم الحسم فيها بسلام تحتاج للهواء والهواء النغي هو جزء من العملية السلام ولذلك نحن جينا لنبشر بالسلام نحن في جوبا استطيعنا ان نخلط شراكة جديدة مع السلطة الانتقالية في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء ونريد ان نبني على هذه الشراكة وهذه الشراكة يجب ان تستمر اذا ردنا تحقيق السلام قال الامين العام للحركة الشعبية الشمال الخميس جلاب ان وفد الحركة جاء الى الخرطوم لدعم جهود لجبهة الثورية ولتأكيد رغبتها في السلام بجانب دعم البرنامج الاسعافي الانساني بالمنطقتين نحن بنعمل من اجل السلام وبالناشد الطرف الاخر من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وبقيادة المجموعات تحت الحركة الشعبية انها تتوحد واقل تقدير انها تنسق في العملية التفاوضية لانه ما ممكن نحن نعمل اتنين اتفاقية بتاع السلام لمنطقة واحدة فضرورة الوحدة ضرورة التنسيق مع بعض هي مسألة مهمة جدا خاصة شعبنا ومواطنين بتاعنا في جبال النوبة جنوب كردوفان والنيل الازرق هم الان تواقين للسلام وكلنا مع وحدة السودان في ذات السياق رح بنائب رئيس حركة تحرير كوش عضو لجبهة الثورية صديق فضل بكل الحركات المطلبية والسياسية في الشمال مؤكدا استعدادهم لاستصحابهم في المفاوضات القادمة وكذا فضل اهمية تحقيق المطالب القومية التي ترمي الى وقف سياسات الهدامة واستقرار البلاد تحرير كوش وعبر منبر الشمال والقضايا النوبية التي انتزعناه عبر وجودنا في الجبهة السورية السودانية بنرحب ونمد ايدينا لكل الاجسام المطلبية في الشمال والاجسام السياسية باننا نستصحبهم على استعداد لاستصحابهم معنا في المفاوضات القادمة نحن على استعداد لاستصحاب كل الاجسام المطلبية الا من ابا لكي نحقق المطالب النوبية والمطالب القومية والتي قدمنا من اجلها شهداء في كيبار وامري واهمها وقف سدود الدمار في المناطق الشمالية وان تضمن الاتفاقية هذه بوقف السدود في الاتفاقية السلام يشهد عليها القوى الاقليمية والقوى الدولية لكي ننهي المسألة المقرر لها العاشر من ديسمبر الجاري بعاصمة دولة الجنوب جوبا واكد جاهزيته للدخول في مفاوضات جادة للوصول الى سلام عادل ورحب مؤتمر البجا في تعميم صحفي بدور دولة ايرتريا في مباحثات السلام واطلع المجلس والقيادي على دعوة المستشار تود قولوا كرئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية لبدء المفاوضات في مسار شرق السودان في جولة المفاوضات بجوبا واجاز المجلس القيادي ورقة الموقف التفاوضي في مسار الشرق التي وضعتها لجنة مكونة من عدد من الخبراء والمختصين حيث اكدت الورقة على ثوابت الحزب وعلى رؤيته في توصيف الازمة في شرق السودان باعتبارها تتمثل في التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي لحق بالاقليم منذ تأسيس الدولة السودانية وان الحل يكمن بالالتزام الصارم بازالة هذا التهميش المرحلة القادمة بحسب مراقبين تتطلب البعد عن خطاب الكراهية وحالة الاستقطاب السياسي حتى ينعم المواطن بشيء من الامن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية المزيد من التفاصيل في التقرير التالي حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تشهدها البلاد الان لم تكن محفزا ايجابيا لانجاز برامج الثورة السودانية المجيدة التي اسقط من اجلها الشعب السوداني نظام الانقاذ فالسلمية التي قامت عليها الثورة السودانية لا تحتمل التصعيد بين مكونات البلاد ويرى مراقبون ومتابعون ان المرحلة القادمة تتطلب البعد عن خطاب الكراهية وحالة الاستقطاب السياسي حتى ينعم المواطن بشيء من الامن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية الاستقطاب السياسي التي تتكلم عنها والبشر لها وبتهدد الفترة الانتقالية الخطابة الناتجة عن نظام البائي الذي يفترضون ان الليلة حصل تجييد لنظامهم من خلال الحياز ما بين المصر العسكرية وقوى الصورة المدنية على الحكومة لانتباه جيدا ان حالة الاستقطاب السياسي حتى يتكلم عن خطاب الانتقالية نابعة ومصادر مؤسسات الإعلام المرتبطة بالنظام البائي سلول النظام البائي لكن الثورة السودانية التي اوصلت البلاد الى هذه المرحلة ينظر اليها كثيرون بانها حققت جزءا يسيرا من مطالب الشعب فيجب على المواطن العادية الابتعاد عن كل التوجهات السياسية والحزبية والجهوية بصفة خاصة والعمل على توفير المناخ والسند والدعم لحكومة الفترة الانتقالية حتى تقوم بانجاز محامها كاملة في الفترة دي انا ادعو الناس ان يتماسك كسوداني نحن سوداني نبعد عن اي توجهات اخرى لا قبلية لا حزبية لا اي شيء بالذات في الفترة الانتقالية نساعد حكومتنا حكومة الصورة الانتقالية حكومة الصورة الانتقالية لانها تنجز مهامها ونسكت نخليها يعني مش نلزم الصبر علينا بالصبر الثورة السودانية اعطت العالم درسا جديدا في السلمية وطرحت خطابا فيه جملة من الشعارات وهي الحرية والسلام والعدالة ونبذ خطاب الكراهية والاستقطاب المدمر لمقدرات البلاد وتعكير صفو المشهد السياسي عمر حمزة لقناة طيبة الخرطوم نفذت شبكة الصحفين السودانيين وقفة احتجاجية امام وزارة الاعلام للمطالبة بازالة عناصر النظام السابق من المؤسسات الاعلامية وهتفت العشرات من مناصر شبكة الصحفين السودانيين امام البوابة الرئيسة لوزارة الاعلام بشارع الجامعة في الخرطوم بشعارات تطالب بحرية الصحافة وايقالة رموض النظام السابق من مؤسسات الاعلام الرسمية وفي كلمة عن الشبكة يا صحفيين قال وفي كلمة عن الشبكة شبكة الصحفيين قال عمر شعبان ان الشبكة ترفض حالة سيولة في المؤسسات الاعلامية وتطالب بسرعة اتخاذ القرارات عاجلة تتمثل في تشكيل لجنة تقصي حقائق يشكلها النايب العام والمراجع القومي ووزارة العدل فضلا على صحفيين يتم اختيارهم بواسطة الشبكة بشان اصوله وملكيات المؤسسات الاعلامية وكيفية انشائها بجانب الايقاف الفوري والكامل لكل المؤسسات الاعلامية التابعة للهيئات والجهات والاجهزة الامنية والعسكرية ويعادة هيكلة المؤسسات الاعلامية بان تكون خاضمة للمجتمع وتعكس مطالبه وتطلعاته وتسلم وكيل وزارة الاعلام الرشيد سعيد مذكرتها شبكة الصحفيين السودانيين واعترف خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية بوجود عطب في عمل وزارة الاعلام لجهة انهم يعملون في واقع معقد واشر الى ان الهدف انزال شعارات الثورة على ارض الواقع عبر وسائل الاعلام وتعزيز شعارات الثورة قال الرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ان نزع الاعلام من قبضة ان النظام السابق ضرورة ملحة وبان ان ذلك لا يتم الا بمزيد من الديمقراطية واشاعة حرية الصحافة والاعلام وبالمبادرات الجديدة والجادة في هذا المجال واكد ان السودان تراجع بشدة في مجال البحث العلمي وحان الوقت كي يتقدم بقوة جاء ذلك خلال مخاطبته منتدى اتحاد خريجي جامعة الخرطوم بامريكا الشمالية الذي نظم بواشنطن استمعى لملخصات من اوراق عمل بحثية قدمها عدد من الباحثين السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الامريكية في مجال الصحة والتعليم والبناء التحتية واكد حمدوك انه لا يوجد انتقال سلس ولا طريق للنجاح سوى مواجهة التحديات الماثلة وتصحيح الاخطاء وشددا على ان السلام المستدام هو احد هذه التحديات وهو ما يحتاج الى جدية من جميع الاطراف حتى يمكن تحقيقه بمخاطبة جذور الازمة ومواجهة اسباب الاحتراب والنزاعات قالت مصادر في وزارة الريا المصرية ان اجتماعات سد النهضة في القاهرة امس شهدت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف الممتد وحالة اعادة الملء والالية التنسيقية لتحقيق ذلك بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا واضفت المصادر بحسب موقع العرب الجديد ان الاجتماعات تناولت عرض وجهة نظر كل دولة بشأن هذه العناصر مؤكدتا ان وزير المياه الاثيوبي سيلش بيكلي اكد خلال الاجتماعات تمسك بلاده بحقها في استخدامات النهر من جانبه شدد وزير الريا المصري محمد عبد العاطي على ضرورة التوصل الى رؤية لا تضر بامن الشعوب الشريكة في النهر بدوره تحدث وزير الريا السوداني ياسر عباس عن روح التعاون التي يجب ان تسري بين شعوب القارة الافريقية بشكل العام وابناء حوض النيل بشكل خاص وانطلقت في القاهرة امس فعاليات الاجتماع الثاني من اجل التوصل الى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي ضمن الالية المتفق عليها ضمن الاجتماع الذي استقبلته العاصمة الامريكية واشنطن اخيرا فيما من المقرر ان تختتم الاجتماعات اليوم الثلاثاء وتجرى الاجتماعات بمشاركة وزراء المياه والوفود الفنية من مصر وسودان واثيوبيا وممثلين عن وزارة الخزانة الامريكية والبنك الدولي ضمن فعاليات حملة ستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة نظم صندوق تنمية المرأة الريفية بولاية جنوب كردفان دورة تدريبية للمعلمات في مرحلتي الاساس والثانوي حول دور المعلمة في قيادة المجتمع واكدت مديرة الصندوق بالولاية راوية ضلمان كباشي ان الدورة استهدفت ثلاثين معلمة في الولاية وتناولت اوراق عمل حول مساهمتهن في التوعية بحقوق المرأة والعمل على محاربة الظواهر السالبة على الامومة والطفولة الامنة ومناهضة العلم فالمبني على النوع في المجتمعات الريفية في الولاية بجانب تعزيز دور النساء في بناء السلام والتنمية كشف وزير التربية والتعليم محمد الامين التوم عزم الوزارة على اقامة مؤتمر قومي للتعليم يسبقه طواف مسحي على الاقاليم لاشراك اصحاب المصلحة في خطط التعليم سيبدأ في الاسبوع الاول من ديسمبر الجاري واكد التوم في تصريحات لصحيفة الحداث التزام وزارته بخلق بيات جاذبة للمعلمين ولتدريبهم تدريبا مستمرا خلال الفترة الانتقالية مشيرا الى ان الموازنة الجديدة ستتضمن تحسين مرتبات المعلمين واوضح ان وزارته تعيش وضعا بيئيا مترديا وتشهد تصدعا في المباني وقال ان عدم تدريب المعلم ادى الى نتائج عكسية في تحصيل الطلاب نشرة الاخبار متواصلة معكم من قناة طيب الفضائية وفيها بعد الفاصل وزارة المالية تؤكد عدم وجود اي اتجاه لخفض الدولار الجمركي مرحبا بكم ثانية في نشرة الاخبار انقلكم الى اخبار الاقتصاد اكدت وزارة المالية وتخطيط الاقتصادية البقاء على دعم السلع الاستراتيجية التي تخدم الحياة في وقت اكدت فيه عدم وجود اي اتجاه لخفض الدولار الجمركي وكشف الناتق الرسمي باسم وزارة المالية غازي حسين في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن انتشار عدد من الشائعات برفع اتلع وخفض الدولار مشيرا الى ان ذلك يؤثر في سير عملية الموازنة التي يجرى اعدادها مؤكدا لاستمرار بدعم القمح والمحروقات والادوية بجانب عدد من السلع الرئيسية لتخفيف اعباء المعيشة مضيفا ان اللجان اعداد الموازنة العامة تعمل على ان تكون ملبية لتطلعات ورغبات المواطنين وفق توجهات واولويات ثورة ديسمبر واضح حسين ان ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد تعكيرا لصفو سير الموازنة داعيا الى عدم الالتفاة لمثل هذه الشائعات ادان اتحاد واصحاب المخابز الاساءات والاتهامات التي تصوب نحو قاعدته من قبل خبراء اختصاديين ببيع الدقيق وتهريبه للسوق السوداء واتهم الامين العام للاتحاد جبار الباشا عناصر من الدولة العميقة بتحريض اصحاب المخابز على التوقف عن العمل والاضراب وارجع الباشا ازمة الخبز الحالية الى نقص في كميات الدقيقة الممنوحة من المطاحن عقب انخفاض حسس ثلاث مطاحن من جملة خمسة تعمل في انتاج الدقيق ونبه الان الاتحاد يعاقب على اسباب ليست له يد فيها عند تيدد ازمات الخبز ويحملونه المسئولية على الرغم من ان المسئولية تقع على جهات اخرى ارتفع حجم السيولة المتداولة في سوق محصولات الرهد بولاية الشمال كردفان خلال النوفمبر الماضي لنحو خمسمائة مليون جني وقال مدير السوق محمود احمد بشارة في تصريحات صحفية ان وارد محصولات صادر بلغا للسمسم ثلاثة الاف طن الكركدي مئة وتسعة وسبعين الف طن الفول الخام مئة وخمسة عشر الف طن الصمغ العربي تسعة وستين طن الذرة مئتين وعشرين طن والقطن خمسة وتسعين طن ولفت الى ان وارد محصولات الذرة والقطن والسمق ما يزال في بداياته اوصف الزيادة في الوارد بغير المسبوقة خاصة في وارد محصولي الكركدي والسمسم موضحا ان حجم التداول جيد رغم مسألة شح سيولة كما ان اسعار المحصولات مجزية للمنتجين وتوقع زيادة نشاط حركة وارد صادر خلال ديسمبر الجاري من النشرة الاقتصادية الى الرياضية فاز الهلال العاصمي على الواد نيالا بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت ضمن المرحلة الثانية عشر من منافسة الدول الممتاز واحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب ولاء الدين في الدقيقة سابعة وثلاثين ورفع الهلال رصيده الى اثنتين وعشرين نقطة فيما بقي الواد نيالا في خمس عشرة نقطة خاطب مجلس ادارة نادي المريخ العاصمي اتحاد كرة القدم رسميا مطالبا بخوض مباراتيه امام الاهل والامل على التوالي باستاذ عطبرة في الجولتين المقبلتين لمسابقة الدور الممتاز حيث كان من المقرر ان يواجه المريخ اهل عطبرة الخميسة المقبل ضمن الجولة الرابعة عشر ومن ثم يعود الى الخرطوم لمواجهة هلال كادوغلي في الجولة الخامسة عشر ومن ثم الموادرة مجددا الى عطبرة لمواجهة الامل في الجولة السادسة عشر ولذلك يسعى المريخ للبقاء في عطبرة لاداء مباراتي الاهل والامل على التوالي ومن ثم العودة للخرطوم لاستضافة هلال كادوغلي اعلن نادي هلال الفاشر الناشط في الدور الممتاز وفاة لاعبه عوض كرومة متأثرا بجراحه بعد حادث حركة اليم تعرضت له بعثة الفريق الاسبوع الماضي وكانت بعثة هلال الفاشر قد تعرضت الى حادث في منطقة الموالح في طريق عودتها الى الفاشر مما ادى مما اودى بحياة المدرب العام الهادي محمدين واصابات وسط اللاعبين بنهاية النشرة الرياضية اصلوا بكم الى نهاية النشرة الاخبار كالمعتاد في الختام اذكروا في العناوين الحركة الشعبية الشمال تؤكد رغبتها في السلام ودعمها للبرنامج الاسعافي الانساني بالمنطقتين حمدوك يؤكد من واشنطن ان السلام المستدامة يتحقق بمخاطبة جذور الازمة السودانية واجتماعات سد النهضة تختتم اليوم في القاهرة برعاية امريكية وبمشاركة البنك الدولي شكرا لكرم المتابعة تمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا السلام عليكم ورحمة الله طيبة لحياة طيبة اشتركوا في القناة